تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة فضلا عن عوائد الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي لبحث جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهايدروجين الأخضر وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تنوى الاستعراض سيناريوها تنتاج الهايدروجين ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي وإجراءات بناء القدرات الوطنية وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بعث الرئيس السيسي ببرقيات تهنيع الأصحاب الجلالة والفخام وملوك ورؤساء دول العالم التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد وعرب الرئيس السيسي في برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهنيه وأطيب تمنياته بهذه مناسبة الطيبة متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا وعاما جديدا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطع غزة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على شريط السحلي الغربي وأستشد ثلاثة فلسطينيين وأطيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني غرب خان يونس ووصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته قصفها العنيف على خان يونس ما أدى الاستشهاد وجرح عشرات المواطنين وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس كما شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطع وقصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في دير البالأح ما أدى الاستشهاد ستة مواطنين على الأقل وإصابة العشرات إضافة لوجود العشرات تحت الركام علن البيت الأبيض أن رئيس الأمريكي جو بايدن نقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو الحملة الإسرائيلية العسكرية في قطاع غزة بما في ذلك أهدفها ومراحلها وذكر البيت الأبيض بيان أن بايدن أكدت ضرورة القصوى لحماية السكان المدنيين مشددا على أهمية السماح للمدنيين بالتحرك بأمان بعيدا عن مناطق القتال الدائر وأضف البيان أن الطرفين نقش أهمية تأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين البقيين قال مسؤولون أوكرانيون أن موجات من القصف الروسي وهجمات لطائرات المسيرة استهدفت منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا ما أصفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة كما قصفت قوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا ما أدى إلى إصابة خمسة عمال وانقطع الطيير الكهربائي عن بلدة كوارا خوفو رصدت وزارة الدفاع التايواني على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية ثماني مقاتلات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان وعنات الوزارة أيضا أنها رصدت منطقة صينية في المضيق هو الأحدث ضمن مجموعة من المناطيض في حين تعلن تايوان أنها تراقب التقص على الأرجح وأضفت الوزارة أن المنتظة الذي رصدته بعد عبره خط المنتصف اتجه شرقا ثم اختفى بعد ساعة مشيرة إلى أنها أرسلت قواتها لمراقبة الوضع ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بلغت قواته 6.3 درجة ضرب منطقة تايوان وأضف المركز الألماني أن مركز الزلزال يقع العمق 10 كيلو مترات شكرا